وهذا وقد التقى المنتخب المغربي مع نظر الكرواتي مرة واحدة في منتصف تسعينيات القرن الماضي حسمها الكرواتي صالحيم بدربة ترشيح تفاصيل في هذه الشاشة التفاعلية عبدالسام دواجو أهلا بكم تاريخ المواجهات بين المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي لم يذكر سوى مواجهة واحدة في منتصف تسعينيات القرن الماضي وبالضبط في نصف نهائي كأس الحسن الثاني المواجهة الوحيدة بين المنتخبين المغربي والكرواتي في الحادي عشر من دجمبر من سنة 1996 انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل هدفين في كل شبكة سجل للمنتخب المغربي كل من صلاح الدين باصير وأحمد البهجة فيما وقع هدفي المنتخب الكرواتي نجم فالنسيا الإسباني أنذاك غوران فلاوفيتش المباراة التي دارت أطوارها على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وأمام حوالي ثمانين ألف مشجع حسمتها ركالة الترجيح سبع مقابل ستة ليتأهل بذلك منتخب كرواتيا لنهائي كأس الحسن الثاني في نسخته الأولى ضمت تشكيلة الأسود آنذاك بقيادة الفرنسي أونري ميشيل نجوم اللامعة أمثال صلاح الدين باصير طهر لخلج أحمد البهجة عبد القادر البرازي نورد دين نيبت لحسن أبرامي مصطفى حجي وآخرون فيما ضمت نخبة كرواتيا أسماء كبيرة كان أبرزها غوران فلاوفيتش وأليوشا أسانوفيتش وزوران ماميتش اليوم يواجه المنتخب المغربي زملاء آلوكا مودريتش في لقاء هو ثاني تاريخيا بين المغرب وكرواتيا وسيكون ملعب البيت بمدينة الخور شاهدا على قمة كروية هي الثانية بين المغرب وكرواتيا سيسعى من خلالها أسود الأطلس لتحقيق نتيجة إيجابية قد تمهد الطريق نحو العبور للدور الثاني من نهائية مونديال قطر هي مواجهة ثانية لأسود الأطلس أمام كرواتيا وصيفة بطل نسخة روسيا الماضية طموحات كبيرة تحدو كتبة وليد الرقراغي في أول نسخة المونديالية في البلاد العربية